موسيقى زار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني الأردن أمس حيث التقى بسمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة أسيا الذي اصطحبه إلى مخيم الزعتري والتقى بعدد من الأطفال في ملعب المخيم الأمير علي بن الحسين غرد على تويتر مرحبا ببلاتيني قائلا سعدنا اليوم بلقاء الزميل والصديق ميشيل بلاتيني وبحث سبل تطوير كرة القدم والتنمية الاجتماعية من خلالها كما نشر حساب عرباوي خطير على تويتر المتخصص بالأخبار الرياضية نشر صورة من استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير علي لميشيل بلاتيني حيث غرد الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني نبقى في الأخبار الرياضية حيث يستضيف المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العماني في مباراة ستقام في عمان ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014 وتحضيرا لهذا الحدث الرياضي الهام بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤازرات المنتخب عدي مقدادي كتب في حسابه الخاص على تويتر معلنا ثقته بالنشامة قائلا سنفعلها أؤمن بذلك الاتحاد الأردني لكرة القدم غرد عبر حسابه على تويتر بصورة داعيا الجماهير الأردنية لمساندة النشامة النشامة بحاجة لجمهوركم غدا كونوا على الموعد وشجعوا منتخبنا على أرض الملعب أعدى الزميل علي الأعرج لقسم الأخبار اليوم فيديو يظهر فيه عدد من طلبة الثانوية العامة بعد أداء امتحان مهارات الاتصال اللغة العربية حيث صرحوا بامتلاكهم الأسئلة قبل الدخول لقاعة الامتحان هذا الفيديو أثار ردود فعل متبادينة رغم قصر مدته الزمنية غدا رمضان اعتبرت أن تسريب الأسئلة ظلم للطلب المجتهدين حيث قالت الظلم بعينه طالب يدرس ويتعب وطالب ينجح على الجاهز أما هاني عمر فقد تساءل مستنكرا عمرها ما صارت أسئلة التوجيه تنحط على مواقع الانترنت قبل الامتحان بساعة اشتركوا في القناة